بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه السادة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توقفنا في الحلقة السابقة عند اقتضاف بعض ما صدر عن وثائق الأزهر الشريف في الفترة من يونيو 2011 إلى يناير 2012 واليوم نتساءل تساؤلا استنكاريا أيضا هل هذه الوثائق التي صدرت من الأزهر الشريف وشاركت فيها نخب علمية وفكرية وإعلامية وفي فترة حالكة السواد اضطرب فيها كل شيء هل هذه المشاركة هي من باب التجديد أو هي من باب التعصب والتقليد والجمود ونضيف اليوم أن الأعوام الثلاثة التي أعقبت صدور هذه الوثائق كانت حافلة بأحداث أصابت معظم المؤسسات العلمية والتعليمية بما يشبه الشلل التام والتوقف المفاجئ في كل مناحي أنشطتها وقد كان الأزهر ضمن هذه المؤسسات التي توقفت عن النشاط العلمي والثقافي وإن كان نشاطه في ذلك الوقت كان ممتدا في المجال الاجتماعي الوطني لذلك ما إن أضل عام 2015 حتى بدأ موضوع التجديد يطرح نفسه على مائدة الأولويات في نشاط الأزهر وحتى بدأ التفكير في عقد مؤتمر عالمي عن التجديد ولكي نتجنب خطأ الوقوع في صدور قرارات فردية متعجلة عقدنا ندوة تحضيرية للمؤتمر في الثاني والعشرين من إبريل سنة 2015 نقشنا فيها التجديد المطلوب وانتهينا إلى ضرورة أن يقوم التجديد على الجمع بين التيسير وتحقيق مقاصد الشريعة والقواعد الكلية العامة ورغم ذلك بقيت الأمور على ما هي عليه لأن الندوة لم تنزل إلى الواقع ولم تتعرف أولاً على القضايا المشكلة التي يعاني منها الناس ويحتاجون فيها إلى التجديد وهذا هو السبب الأساس في فشل معظم مؤتمرات التجديد التي لا تحدد القضايا محل تجديد ولا ما هو المطلوب لمعالجتها وذلك في الوقت الذي تتجه فيه معظم الأبحاث إن لم يكن كلها إلى ما هو مكرور ومعروف من الحديث عن ضرورة التجديد وكيفيته واتساع الشريعة لتطبيقه وشروط مجدد إلى آخر ما هو معلوم في أمر هذه المؤتمرات وبعد تفكير طويل اهتدينا إلى فكرة عملية في هذا الشأن تقوم على استطلاع آراء الوزارات والمؤسسات المعنية لتحديد القضايا التي يرون أنها في حاجة إلى تغيير أو تعديل مع بيان الأسباب الداعية لهذا أو ذاك وقد جاءتنا ردود عديدة ضممتها إلى قائمة من الموضوعات كنت أحتفظ بها لنفسي ثم عرض كل ذلك على طاولة البحث في هيئة كبار العلماء واستغرقت دراسته وقتا طويلا وأذكر أنه في أثناء هذه الدراسة وفي 14 من نوفمبر عام 2015 عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مؤتمرا في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة الأقصر وأستسمحكم أن أتلوى على مسامعكم بعض ما قلته كما ورد نصا في سجلاتي هذا المؤتمر قلت أيها السادة العلماء إن مؤتمرنا هذا ومؤتمرات أخرى كثيرة قد عقدت في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية من أجل الدعوة إلى التجديد وتيسير الفتوى وأعتقد أنه آن الأوان لأن نتجه بمؤتمراتنا هذه وجهة أخرى عملية تتعامل فيها مع المشكلات والقضايا محل الخلاف أو محل الصمت أو محل التهيب من الاقتراب منها تحسبا لردود أفعال المتشددين من فقهائنا والذين يرون كل تجديد خروجا على الشريعة وتفريطا في الدين وتمهيدا للانسحاق والذوبان في الحضارة المادية الجارفة وأنا أعلم أن هذا الأمر بات يحسب له ألف حساب عند كثير من علمائنا المؤهلين للاجتهاد والمستعدين لتجديد الفتوى في أمور حياتية بالغة الحساسية في حياة المسلمين ومن أجل ذلك كله أقترح أن نلجأ إلى اجتهاد جماعي يدعى إليه كبار علماء المسلمين ممن يحملون هموم الأمة ومشكلاتها ولم يغررهم بريق الدنيا وأطماع السياسة والجاه والمال لينظروا في القضايا المتعلقة بالإرهاب والتكفير والهجرة وتحديد مفهوم دار الإسلام والالتحاق بجماعات العنف المسلح والخروج على المجتمع وكراهيته ومفاصلته شعوريا واستباحة دم المواطنين والآمنين بالقتل والتفجير ثم قلت بعد ذلك وعلى العلماء أن يجتهدوا ويجددوا الأنظار فيما يتعلق بالأمور السياسية كالديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية وحدودها والمساواة الدستورية والقانونية ومشروعية الدستور والبرلمان أو ما يتعلق بأمور الاجتماع وأولها معاملات البنوك وقضايا المرأة ومنها توليها القضاء والولاية العامة والزي والنقاب وخضوعها لعادات وتقاليد تحكمها وتحرمها من حقوقها الشرعية كحقها في الميراث واختيار الزوج وحمايتها من عضل ولي أمرها وحرمانها من الزواج ممن ترغب فيه دون مبرر شرعي أو اجتماعي معقول والمنادات بعودة المرأة إلى بيتها ثم قضية نقل الأعضاء وقضية تهنئة غير المسلمين في أعيادهم وتحديد أوائل الشهور العربية بالحساب الفلكي ومسائل الحج وبخاصة الإحرام من جدة للقادم جوا أو بحرا ورمي الجمرات في سائر الأوقات وأيضا استنهاض الأمة لاستصدار فتاوى توجب العمل وتحرم التقاعس والكسل وقضايا أخرى يضيق المقام عن ذكرها شريطة قلت تحديدا شريطة ألا يفتى في هذه القضايا الدقيقة بفتاوى مجملة ونصوص عامة لا تنزل إلى الأرض ولا تحسم القضية ولا تغير الواقع وقلت أن هذا الاختراح ليس بديلا عن المجامع الفقهية المنتشرة في العالم الإسلامي ولا عن دور الفتوى ولا مجالسها بل هو عمل إن قدر الله تحقيقه عمل مكمل لعمل هذه المؤسسات التي لا يخفى دورها الفعال في الحفاظ على شريعة الإسلام ومواكبة تطور الزمان وهناك الكثير أيها السادة المشاهدون مما يقال في هذا المقام نرجو أن نعرض شيئا منه في حلقاتنا القادمة إن شاء الله شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته